نحن عندنا الناس الموجود المشهور دلوقتي لو اي واحد او اي ست راع وقال لدكتور عندي خشونة رجبة هيعمل له حلول من ثلاثة اما ان هو يحقن له الرجبة كورتيزول واما ان يحقن له الرجبة كولاجين اليومين دول بقى القلعة الجديدة واما ان يقول له نعمل ايه نغير مفصل ده العلاج اللي عندنا طب هل المفصل ممكن يرجع يشتغل طبيعي احسن من الاول اه والله العظيم اقسم بجلال الله وعزته وجلالته المفصل يرجع يكون تاني حتى لو المريض عنده تسعين سنة انا جاني مرضى رجلهم مأوسة وبقالهم عشر اتناشا سنة عادين على السرير لما جمع عندنا ادينا الحاجات اللي بعيد تكوين المفاصل تلات حبات تين تقطاها حيطة صغيرة تحطاها في ربع معلقة ايه زيت زتون وتسيبها طول الليل والصبحية تاكل التين مافيش تين حط بلح حلو كده ادي واحد اتنين عندنا سم نحلة يمين الرجبة واشمال الرجبة تحت الجلد تلاتة بدلكها بايه بزيت اي زيت اربعة لفها بصوف من غير صوف مفيش علاج للمفصل الصوف بيعمل بتخلي الخلايا اللي بيسموها الكندروبلاصس والاستيوبلاصس بتيجي تبني العدم تاني وتاكل العدم الزيادة في اوستيوكلاس بتاكل العدم الزايد واستيوبلاصس تعمل ايه تبني العدم اللي ناقص شهر اثنين ثلاثة اعملي اشعة على الرجبتين ده سليمة تمام راجل او ست عجوز او طفل فمهم جدا جدا الدكاترة بتقول الناس خلاص ايه المفصل باز ينغيروا ينحقنوا لا انا لا بحقنوا ولا بغيروا برجعوا كون تاني اشتركوا في القناة